السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم خلينا قبل ما نبدأ سلسلة CNC ببساطة نعرف الهدف من السلسلة وهي موجهة لمين؟ وإيه اللي هستفاده من السلسلة؟ هي موجهة لكل مبتدئ وأي حد شغوف بمجال صناعة مكنة CNC وعاوز صنع مكنة أو أي حد عايز يعرف المكينة بتشتغل ازاي؟ وإيه اللي هستفاده من السلسلة؟ نقطة قوة اللي أنا شايفها هي ترتيب وإعادة هيكلة المعلومات وتصنفها عشان نستوعب المكينة بمنتهى البساطة يعني هنصنف كل حاجة وهنفتفتها عشان نقدر نعرف كل حاجة بتشتغل ازاي في المكينة وتاني حاجة معرفة الأساسيات وكل جزء في المكينة بيشتغل ازاي؟ وطبعا لو عرفت المكينة بتشتغل ازاي؟ فأنت هكون مشغل محترف وقادر على استعاب أي مكينة CNC قدامك يعني بمنتهى البساطة المفروض أن احنا هنتعلم صناعة مكينة CNC وأكيد لما هنتعلم صناعة مكينة CNC هنكون قادرين على تشغيل أي مكينة CNC موجودة في السوق فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ CNC computer numerical control تحكم بالكمبيوتر الرقمي طب ما هو معروف أن الكمبيوتر الرقمي قلت ليه التحكم بالكمبيوتر الرقمي؟ لأن كان في حاجة قبلها اسمها ال-NC التحكم والرقمي والفرق ما بين ال-NC وال-CNC زي الفرق ما بين التلفزيونات القديمة وال-Smart TV طبعا انتو عارفين الفرق ما بينهم الاتنين عاملين ازاي؟ طيب هتحكم في ايه؟ هتحكم في مكان التشغيل زي المخرطة الفراز بأنواحها مكان التقطيع زي الوتر جيت والليزر ومعظم معديات التشغيل وطالما انك متابعة لسلسلة حلقات CNC ببساطة فأنت أكيد عارف مكان التشغيل بيشتغل ازاي وعندك خلفية عن مكان التشغيل وازاي عملت البروسيسنج المعادن بالتم وخلينا نصنف مع بعض مكان ال-CNC ونحط كل مجال في برواز معين عشان نقف احنا هنشتغل ازاي؟ وايه الترتيبة اللي هنمشي به؟ اول حاجة هنبتدي بالهاردوير والسوفتوير والدوائر الالكترونية اللي في البيع او الدوائر الكهربائي والمقصوب بالهاردوير هو الميكانيزم او الحديد اللي بتحرك في المحاورة الأساسية X Y Z ممكن يزيد ويقلو حسب احتياج المكينة او حسب احتياج الشجلانة والسوفتوير هي البرامج المستخدمة سواء في تشغيل المكينة او في التصميم اللي هنفزه على المكينة واخيرا ال-circuit والتواصلات اللي ما بين المواتير والدرايف والكنترولر ولو اتلغبطت ما بين كل الكلام دوت مع بعض واحدة واحدة هنتكلم في كل تفصيلة من دول وهنفهمها ان شاء الله اشتركوا في القناة